تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نظمت الجامعة الأمريكية في البحرين النسخة الثالثة من السباق السنوي بريزدينت ران وأقيم السباق هذا العام تحت شعار وان تيم وان ران حيث شهد مشاركة أكثر من مئتي عداء ولد وصول سمو الشيخ خالد بن حمد إلى الحرم الجامعي كان في استقباله الدكتورة سوزان ساكستون الرئيس المؤسس للجامعة الأمريكية في البحرين وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في الجامعة وأستمع السمو إلى كلمات ترحبية القتا رئيسة الجامعة الأمريكية ورئيس اتحاد المدارس والجامعات حيث صلطاء الضوء من خلالها على روح الجامعة المتمثلة في العقل السليم والجسم السليم مؤكدين أن هذا الحادث الرياضي السنوي يعزز الثقة والتفكير الإيجابي والمرونة اللازمة لتحقيق النجاح مدى الحياة وقد تسلم السمو هدية تذكرية من الهيئة الإدارية في الجامعة بعد ذلك قام سمو بجولة في المركز الرياضي التابع للجامعة حيث أبدأ عجابه بالمركز وبالتجهيزات الحديثة التي تسهم في سقل المواهب الرياضية وتمنحهم جهزية للمشاركات المختلفة وقال سمو سعدان بتنظيم الجامعة الأمريكية في البحرين لهذه الفعالية الرياضية السنوية والتي تعكس مدى حرص الجامعة في التأكيد على أهمية الرياضة في حياة الأفراد لسيما الطلبة والطالبات خصوصا وأن الرياضة تلعب دورا مهما في تحسين التحصيل الدراسي والحفاظ على المستوى الذهني وأشار سمو إلى أن إقامة هذه الفعالية الرياضية تؤكد على اهتمام الجامعة في المشاركة الفاعلة في دعم الرياضة وتعزيزها على الشكل الذي يخدم تطوير رياضة الجامعات بالصورة التي تحقق الأهداف والتطلعات في ظهور المواهب الرياضية وتبع سمو إن الرياضة الجامعية دعمة أساسية للرقي بمستوى الرياضة الوطنية وتشكل واحة خصبة للمواهب الرياضية التي يمكن استثمارها في الأندية والمنتخبات في الألعاب المختلفة وإننا نسعى لرسم الخطط والبرامج الداعمة لتطوير هذه الرياضة بما يحقق الأهداف المنشودة بعدها توجه سمو إلى خط انطلاقة الفعالية حيث أطلق شارة البداية إيذانا ببدء السباق الذي يعد الحدث الأكبر في هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية من جهتها قالت رئيسة الجامعة الأمريكية إن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد للسباق مصدر فخر لنا جميعا وأن حضور سموه يعد بمثابة دعم موجه للشباب موسيقى 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 طبعا وجهنا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في اتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات من فترة بسيطة أننا نتواصل مع جميع المؤسسات التعليمية عندنا تقريبا في البحرين 294 مؤسسة جامعية للبدء بالأنشطة الرياضية من بين بعضهم في منافسات من بين المدارس ومن بين الجامعات على أساس أننا نكون ضمن المنظومة الرياضية البحرينية وتساعد الأندية والاتحادات والمنتخبات في المستقبل ولكن لله الحمد في تواصلنا مع الجامعة الأمريكية في مملكة البحرين وجدنا بكل صراحة تعاون تام من قبلهم ووجدنا أنهم عندهم منشآت حديثة وجديدة لأعلى المستويات الصراحة العالمية ونحن الآن موجودين في هذه المنشآة وأيضا الكادر الإدار الموجود تواصل معنا وأبدأ رغبته أن يتعامل مع الاتحاد بتوجيهات من سموه لفعاليات مختلفة سواء كانت من بين الجامعات أو أن كانت للجامعة نحن متحمسون للغاية لإقامة النسخة الثالثة من السباق السنوي للجري بريزدينت سرن ومحظوظون برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد لهذا الحدث الرياضي مملكة البحرين زاخرة بالعديد من الرياضات المختلفة وأنا مسرورة لأن البحرين نموذج يحتذا به في مثل هذه الرياضات السباق يمتد لمسافة خمسة كيلو مترات بمشاركة مميزة لتشجيع روح الفريق الواحد والاستمتاع بالرياضات لدينا عدة بجموعات مشاركة والهدف من السباق ليس الفوز وإنما المشاركة والاستمتاع حيث يشارك في هذه الفعالية طلبة من مختلف مناطق المملكة اشتركوا في القناة